مرحبا برج السرطان أهلي فيكم في الثالث أسبوع ورابع أسبوع إلى نهاية الشهر الطاقة العامة لكم يا برج السرطان إن في شخص في موقف أنت خسرت فيه في السابق ما اختاروك ما حصلت على اللي تتمنى سواء شخص أو حتى وظيفة أو أموال هذا الشيء رح يعوض بفرصة ثانية أفضل سبحان الله رح تتعوض من بداية إن شاء الله يبتدي هاي الفرصة الجديدة تريد تدخل حياتك بس مو فرصة قديمة أو مو شخص قديم لا أحسي هني بما أنه عندنا السيف الأول فرصة جديدة لما تبتدي تمشي طريقك والناس يلاحظون أنه أنت بديت تصير سعيد مرتاح بديت تحصل مناك لأنه أهم قاعدين يشوفونك أنت رح توصل إلى مستوى مثل مستوى فيها نوع من الملكية نوع من المنصب أوكي الترقية شايف فيه فخامة لأنه عندنا هني ملك الأكواب فيبتدون حاولون بسرعة يرجعونك إلى صفهم أو بسرعة يرجعون في حياتك فأنت هني مطلوب منك الحذر وأيضا أنه ما تنظر إلى الوراء نشوف عندنا طاقة أول أسبوع هاي الكارت أيضا طلع في قراءات سابقية يتكلم عن جزيرة الكنز فرصة جديدة غير متوقعة نبتدي بداية الشهر ونهاية الشهر هني يتكلم لك عن الفرص اللي غير متوقعة شي ما حطيته في بالك شوف فيه شيء أنت سعيت له شيء أو علاقة أو شخص أو منصب حتى مشروع سعيت له في السابق ما نجح مو هذا هو الشيء اللي راح يصير لا شيء جديد أفضل منه شخص جديد أفضل منه ما توقعته ما أتي في بالك ما فكرت فيه من شروط هذا الشيء الجديد أنه شيء أنت ما فكرت فيه قبل أنا هني يجمعك معه الصدفة الصدفة اللي تخلي هاي الفرصة أو الكنز المدفون ينفتح أمامك أنت كأنه ما مثلا لو نفرض أنت كنت تتمنى تنقل إلى وظيفة أفضل راح تلاقي أنه وظيفة أفضل بكثير في شركة ويد صعب أنه أحد يحصل فيها على وظيفة في مكان جدا صعب الوصول إليه تفتح أبوابها أمامك أنت أو يتم استدعائك أنت لأنه نحن عندنا مدينة الكنز ويرافقها من أوراق التارو خمسة الأكواب والسيف الأول قلت لك هاي الفرحة اللي راح إن شاء الله تدخل حياتك الفرصة الكنز فرصة ذهبية ما تدعى وقتها هذي ما دخلت حياتك من فراغ هذي داخلة من بعد فترة تعب من بعد فترة أنت خسرت فيها الكثير أحس هنا بما أنه عندنا طاقة الأكواب خسرت فيها حتى نفسيا مم فقط ماديا ما كانت خسارة مادية رقم الخمسة كثير ما هي أقرانك زملائك أصدقائك إن دائما كنت تفكر أن اللي في سنك حصلوا أسرع منك وأفضل منك لأن الخمسة هو دائما رقم مقارنة فتأتي عقب مرحلة خسارة خسارة معنوية أوكي خسارة معنوية أو أنا مثلا أقل من غيري ولكن يصاحبها السيف الأول سيف الانتصار هذا السيف لما نشوفه يشجعك على أن تاخذ موقف يعني هاي الفرصة اللي جدامك ما تتحمل إن أنت مثلا تقعد تفكر وايد وهني تريد ترجع لطاقة الماضي تريد تفكر في الماضي أنا قبل خسرت فرحين شلون مم معقولة مم صدقه طاقة عدم التصديق ما يتحملها الموقف لأنه عندك سيف السيف هو طاقة الأبراج الحوائية طاقة العقل طاقة الحقيقة ما في شي جدامك مو حقيقي لجدامك هذا حقيقي وإن كان شي جدا غريب أو شي ما توقعته ولكن حقيقي مدعم بسيف مدعم بشي صلب بشي صلب الأشخاص هني الجديدين الفرصة الجديدة ما راح يخذلونك مثل القبليين ما راح يتنازلون عنك ما راح يكونون متذبدبين ما في تذبدب هنا في الفرصة الجديدة ما في يمكن ناخذك يمكن ما ناخذك يمكن أنت يمكن غيرك لا فهني الشي ما تقولون لي مثلا بعضكم تقولون الطاقة ما تحققت الطاقة لها شروط لها علامات أنا عطيتكم هنا من علامات الطاقة أن تكون طاقة أكيدة طاقة شي أو شخص أو موقف أو فرصة متمسكة فيك ما فيها خوف ما فيها إيه ولكن يمكن لا أبدا طلع علي الكارت here and now here and now بما معنى هذا الكارت يتكلم عن الحاضر قلت لك ما يتحمل منك الموقف أنك تاخذ حتى خمس دقائق تفكر في الماضي عندنا الباست أو الفيوتر للماضي ولا المستقبل ما يصلح وما راح يساعدك كأنه ما هني اللي يقول لك يا تيرو أنه محتاج بسرعة تاخد قرار في نفس الوقت أول ما تسمع أنه مثلا هاي الوظيفة نفتحة جدامك على طول تقدم على طول تسعة ما في الوقت أن أنت الضيعة تقول أنا حين شلو أنا أحس أو أنا حين يعني إذا وفقت على هالوظيفة معناتها راح أترك شيء في الماضي راح أترك شخص من الماضي راح أشتاق لأن أنت هني ما بلليش أحس أنه يا برج السرطان اتفضل أن تظل في طاقة الماضي الطاقة اللي خسرت فيها لأن لحد الآن عندك أمل بخصوص شيء من الماضي فرصة قديمة ترجع لك اللي قاعد يرجع لك مثل الحق الضائح ولكن حق جديد أبداً ما لا علاقة في الماضي فالشيء الوحيد اللي ممكن يأخرك إنه ما تحقق هالطاقة هو انتظارك لشيء من الماضي لأنه هني طاقة كتا روايد واضحة هني عندنا سبعة الأخصان أوكي مثل ما قلت لك ما يتحمل منك الموقف إنك تاخد وقت طويل لحد ما تفكر ولحد ما تحلل الأمور ثلاثة الثلاثة السيوف هنا طاقت شيء صادق في الماضي يمكن جرّبت كذا مرة إنه شيء ينجح من ناحية الحمل من ناحية إنه تحصل على وظيفة معينة تفتح لك مشروع في هذا المجال ترى قاعد يقول لك صح وفي اعتراف إنه في شيء عندك كذا مرة في تكرار في الفشل مع نفس الشخصة ومع نفس الفرصة ولكن مو بمعناته إنه للأبد ما رح تتحقق لك هاي الشيء لأنه هنا عندك سبعة الأخصان كأنما أحس من تبتدي أن تتقرر إنه راح خلاص تختلم الفرصة وتدخل في هذا الشيء الجديد هنا أنت موجود مستقر طاقة الحاضر من تتربع أو تمسك بالفرصة الجديدة تشوف على طول شخص من المكان القديم من القصة القديمة يحاول يسترجعك أوكي دائماً شديد تكون نوع من الكارما نوع من كأن الحياة تختبرنا إذا إحنا فعلاً مستعدين ننضي قدماً ولا لحد الآن عندنا شيء يعيقه من الماضي الحياة نفسها تختبرنا تعطينا فرصة جديدة لكن تعطينا في نفس الوقت طعم شلو راح يكون الطعم شخص أو شيء إن دائماً كان عندك نوع من الحنين إليه هني شيء يخص القلب ترى مو معناته شيء عاطف معناته شيء يوم من الأيام لمس قلبك أو حس في خاطرك إنه ليش غيري قدر يحصل هالشيء أنا ما قدرت حصله ليش غيري قدر يحمل ليش غيري وافقه على طلبه ليش غيري تزوجه سرع مني وتنتهي وتنتهي تقسيري تستمر طاقة المقارنة عندك فلما يرجع لك نفس الشيء القديم رد طيق بابك هني عندنا الباب صعب إنه أنت ترفضه لكن الطاقة هني واضحة من التارو إن الشيء اللي خسرت فيه كذا مرة لازم تشيل بالك عنه وتشيل طاقتك منه عشان تقدر تلتفت للحاضر اللي عندك سبعة الأقصان هذي طاقة الدفاع الدفاع عن اللي تملكه في الحاضر فإذا أي فرصة يدتك من الماضي أو أي موقف يستدعي يحاول يسحبك إلى الطاقة القديمة أنت قف شجاعاً وقف هنا في طاقة المواجهة المواجهة بشراسة المواجهة بشجاعة أوكي لا تخلي شيء عيقك ممكن يكون شخص ممكن يكون موقف ممكن يكون نداء في الوظيفة لو سمعوا إنك مثلاً راح تغير وظيفتك أو حصلت على عرض وعقد أفضل على طول بتشوفهم ينادونك يبدون نعمل الإهتمام نعمل الإهتمام ما كانوا يبينونه لك قبل عشان تصديق أقول لك الموضوع الشوية راح يكون قريب من قلبك يثير فيك شيء من العاطفة أوكي لأن شيء تغطي قبل والحين مستعدين عاوضونه يعاوضونك بها ولكن مو من أجلك أنت لأنك حالياً عرفه وقدرك لا لأنه ما يبونك ترحل رحيلك رح يخلف نوع من الفراغ بالنسبة لهذه الأشخاص سواء كان شركة كان انتقال بعيد عن الأهل كان انتقال من شريك إلى شريك أفضل أوكي الطاقة الوحيدة اللي قاعدة هنا تقاومك هي طاقة الماضي وهنا عندنا سهم للماضي وسهم للمستقبل انت حين في الحاضر في الحاضر الشيء اللي تبين هو بيطرق بابك رح تسمع عنه خبر أوكي مثلاً رح أعطيكم مثال ثاني شخص معين كدائماً تحين بالارتباط فيه راح وارتبط عنك مشى في طريقة وارتبط بشخص ثاني أو كمل حياته انت الحين وصلت إلى مرحلة في حياتك تبحث لك فرصة جديدة في جزيرة الكنز وتقدم لك أو تعرفت على شخص جديد هنا انت ماشى على الطريق الصح لأن انت في طاقة الحاضر الحين أو في الأسبوع الثاني من أكتوبر شنو بتكون عندك المقاومة بتشوف أنه نفس الشخص اللي تمنيته من زمان فيه هنا خط زمني شخص تمنيته من زمان فرصة تمنيتها من زمان الحين حتى انت بينك وبين نفسك تقول شو معنى الحين هذا الشخص الحين قال لي راح ينفصل ورح يرتبط فيه مثلاً أويك عنه خبر انه على وشك الانفصال أويك عنه خبر انه هو يسأل عنك الفرصة اللي أويك خبر انه مثلاً راح يعطونك المنصب اللي انت صالي كوايت تنتظره في النهاية هنا هنا محتاج أن تقاوم رغبتك في الرجوع أو الحنين إلى الماضي سواء كان في حياة عملية أو غيرها في الأسبوع الثالث ليس لك الفرصة ها بتأكد هنا ثبات زيادة اثبت زيادة أحس هاي الكرد دائماً يكون في طرفين يحاولون يغرونك فيها طاقة الطعم يحاولون يخلونك تاخذ تنظم لهم أو تاخذ موقف يعطونك طعم يستفزونك شوي فهني كأنه ما يقولك في الأسبوع الثالث اثبت زيادة على قرارك قرارك فان صح قرارك هو اللي راح يوصلك لشيء اللي انت لطالما تمنيته أحسيني كأنه ما برج الصرغان أخيراً أخذ قرار جريء راح يحول حياته إلى مكانه وضع طالما تمنيه مو أمنية جديدة ولكن الطريقة الشركة الشخص هو اللي يختلف الأمنية نفسها عندنا ملك الأكواب وسيفين بالضبط أحسيني في ثالث أسبوع سوري على حركة الكاميرا في ثالث أسبوع أوكي راح ياخذون هاي الأطراف اللي يحاولون يرجعونك إلى الماضي ياخذون خطوة زيادة يحطون فيها إغراء زيادة أو طعم زيادة عشان يخلونك تظل معاهم أو تظل مقيد تطلع لعينك نوع من الغشاوة مقادر تتحرر كأنما يشجعونك أنه مثلاً جدد العقد على الأقل ستة شهور زيادة أو خلك معانا شهر زيادة أسبوعين زيادة عرفت لآخر لحظة يحاولون هني يخلونك في محيطهم يخلونك نوع من السجن نوع من السجن النفسي نوع من السجن العقلي النفسي أوكي لأنهما كأنما متعرف يعرفون شلون يتعاملون معاك يعرفون بأي اسلوب بس أنت ملك الأكواب هذا الكرت يقولك ثق بحدسك أوكي لما تحس أنه في شي غلط لما أنت بينك وبين نفسك تقولي شو معنى الحين في سبب الله خلي هذا الشخص وهذه الفرصة تمنيت هوايد بس ما يتني ولما تمنيت شي غير بسرعة تسهل لي كأنما هذا الكرت بعد يقولك خذ المتيسر وخلي المتعسر في سبب أن هذا الشي المتعسر كان دائماً متعسر عليك لأنه أصلاً مو مكتوب لك من البداية مو من مصلحتك الله يعلم وإحنا ما نعلم ترك الأسباب إحنا ما نعلم بعدين السيناريو شلون راح يصير بس الله يعلم عشان تبيكن دائماً مصعب علينا مثلاً أصلاً تنفتح أمامه الأبواب الطرق السبل تنفتح جدامه أوكي فهني كأنما ثق بحثك ثق بالأشياء اللي أنت ما تقدر تشوفها لا تنسى هنا في غشاوة ثق بالأشياء اللي أنت ما تقدر تشوفها بس تعرف أنه في أسباب خفية من الخالق سبحانه وتعالى وراء هاي التعسير وراء الحين بعد التيسير في مجال ثاني فرصة ثانية مع شخص ثاني أوكي آخر أسبوع سيرنديبيتي هذا الكرت يتكلم عن محاصن الصدف محاصن الصدف شوي الطاقة غريبة كأنه ما تاخذك إلى مكان جداً مختلف عن الطاقة اللي احنا ماشيين فيها شهرياً ولكن عندك سبت سيوف مع كرت الامبراطورة شوف راح الصدفة راح تجمعك بشخص نزين راح تجمعك بشخص أحس هنا أنت تعرفها قبل عندك رائع من المخاوف أنه أنت تاخذ هاي الفرصة الجديدة وإن كانت وايد مغرية لأن كل شخص مألوف بالنسبة لك كل البيئة اللي أنت قرردي متعود عليها في المكان القديم هذه أحد المخاوف اللي أنت تواجهها ولكن هناك إنما طمئنة في الأسبوع الرابع أنه أنت هناك راح تصادف أشخاص ويدي يشبهونك يا برج السرطان إما تعرفهم من الماضي أصدقاء زملاء عمل سمعت عنهم شفتهم في التلفزيون يقربون لك أشخاص مألوفين لأنه هنا يتكلم عن الصدف أو مجال هناك إنما في صدفة أنت لا تستغربها وظيفة كنت دائما حاطنها في بالك أو مشروع معين دائما تنتظر مثلا موافقة عليه دائما يكون في رف فهني بتشوف عندما قررت إن أنت تاخذ نفسك وتمشي وتبتدي في مقام مختلف بتشوف الصدفة إن حين تهيك الموافقة لا تستغرب هني قولك لا تستغرب من الصدفة وتقول إش معنى هل الله سبحانه وتعالى يكرهني هل الله سبحانه وتعالى ما يبي يعطيني اللي يأبيه إش معنى كان الشيء مغلق والحين انفتح لأن الشيء مولك مو من مصلحتك في صدفة راح تصير أوكي ولكن الصدفة لصالحك تأكد من هذا الشيء برج السرطان راح ينفتح مجال لغيرك كان مغلق عنك أنت وأنت أيضا ينفتح لك مجال جديد فلا تستغرب ولكن تأكد إن المجال الجديد اللي أنت راح تدخل فيه شا قولك عندك ستة السيوف مع كرت الأمبراطورة الانتقال إلى هاي المرحلة الجديدة راح يأتيك بأفضل ثمار بأفضل ثمار نتائج أفضل ونتائج دائما الامبراطورة تتكلم عنه مثلا نزرع بذرة البذرة تتحول إلى شجرة شيء من جهودك يضاعف بدل ما في هاي العمل الجديد أو المشروع الجديد تضطر تصبر عشر سنوات عشان تلاقي جهودك تثمر راح تلاقي إن الوقت يقل قدراتك تزيد على أن أنت تقطف المزيد من الثمار عرفت قصدي المزيد من الابندنس الابندنس هو الوفرة وفرة أكثر في هاي الفرصة الجديدة وإن كان مثلا الناس يختلفون معاك لأن هني في صدفة الناس بيقولون لك لا مثلا الهجرة إلى أمريكا أفضل أو الشركة القديمة أو الشركة الفلانية أفضل إش معنى أنت اللي راح تروح هاي الشركة اللي يمكن الناس ما يمدحونها بس حقك أنت بالذات الصدفة الانتقاء لأن هني واحدة الثمانية تسعة أنت بالذات هاي الفرصة اللي الناس يستغربون منها شلونة بالعادة ما تنفع حق أحد حقك أنت راح تنفع عرفت قصدي مثلا مجال الكل يقول لك لا تدخله مجال أن أنت تفتح مشروع خلا نقول مطعم أو أنت تفتح مشروع كوفي شوب راح يقول لك مثلا صار في اكتفاء في هذا المجال أوكي ولكن تساهيلك قاعدة تروح في هذا الخط حقك أنت راح ينفع حقك أنت راح يكون في فرصة وفرة بس مو فرصة أكثر من الفرصة وفرة إذا غيرك تحتاج ثلاث سنوات عشان يثبت نفسه في هذا المجال انتقل عندك المدة انتقل للجهود عشان تبني أسرع البنيان أسرع صار عندك ستة السيوف ماذا أحس ويد فيه انتقال هنا عندنا طاقة انتقال إن تحمل أغراض أغراضك وتنتقل إلى مكان جديد سواء دولة جديدة مدينة ثانية أو ممكن الوظيفة الجديدة هاي الفرصة الجديدة تطلب منك أن انت تتنقل أكثر تسافر أكثر طاقة السفر وحين بسحب لكم كرت الطاقة الحيوانية بفالو البفالو أنصرة أرضي أوكي وثابت جدا يعتمد عليه يعتمد عليه أكثر مما أنت تتصور في مخاطر بالضبط لأنهيت هنا أنا فيه هنا القراءة في مخاطر معينة رح يخوفونك منها الأشخاص اللي حولك رغبة منهم أن يبقونك في المكان القديم لكن البفالو دائما الجاموس توقعه الجاموس البري دائما يتنقل لأنه يعرف أن الوفرة في المكان الجديد فهذه كأنما يتشجعك على أنك تطلع من المنطقة المريحة اللي أنت متعودة عليها إذا أنت ناوي على تغيير معين اقبل عليه البفالو قوي جدا فأي صعوبات أنت تفكر فيها أو حتى الآخرين يخوفونك منها ثق تماما أن أنت قادر على التغلب عليها قادر أوكي قوتك الداخلية قوتك الجسدية التسهيلات اللي رح تأتي في طريقك رح تكون أكثر ممتازة 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 ممتازة